كم تدايق لأنه كان في شوية أرقام قياسية جديدة عايز يضربها فكم تدايق من الخروج هل الطموح والرغبة في أنه سجل كتير يوصلك أنك تدايق فعلا في الوقت ده بجد ولا هي مسألة أنه يعني تمام بس يومه هيعدي يعني النهاردة أنا كويس وتمام الأمور تمام يعني آه محمد صلاة أنا فاكر كويس قوي طول الرحلة بتاعت ليونيل ميسي أيام برشلونة بالذات في البيك في القمة بقى في أوجة تقلقه يعني كل جون ميسي أكتر واحد سجل برجل الشمال ميسي أكتر واحد سجل برجل اليمين ميسي أكتر واحد سجل وهو لابس تي شيرت الصفرة ميسي أكتر كل لمسة ليه برقم قياس جديد محمد صلاح بينتمي لتلك العائلة من اللاعبين الناس اللي جواهم وحش الناس اللي هو بالنسبة له خلصنا دي اللي بعده خلصنا دي اللي بعده أنا مش هاهدة أنا مش هاهمد أنا مش مرضي فالروح بتاعت محمد صلاح في بعض الأحيان بتصطدم بكل تأكيد بحاجات بقى لها حسابات عند المدير الفني اللي هو حبيبي ما أنا ما عنديش غيرك ما أنت لو أرهقت أنا ها عندي مشكلة كلنا هنضية بزبط كده بس في نفس الوقت بالنسبة لصلاح أنا مش هارها وأنا مش هارها خياسيدي انت مالك أنا صحيتي كويس فبتفضل هنا الجدال دايماً بين الإدارات الفنية وانت فاكر كويس مثلاً أن واحدة من الحاجات اللي حصلت للويس انريكي هو بيدارب برشلونة ماتش واحد بس قعد في ليونيل ميسي على الدكة صح الجرائط في أسبانيا طلعت نار فبتتكلم على أن دايماً النجم الكبير هو عينه على الجايزة وعينه على التحقيق كل حاجة والمدرب عنده حسابات خاصة فبيحصل بعض القرارات دي تعريف مبارح أصلاً كان الكرام على إيه؟ يعني كان اللعب على إيه بالنسبة لصلاح؟ أنه هو عايز يدرب رقم ألان شيرر بتاع أنه أكتر حد إسهاماً في الأهداف قبل الكريسماس بالظبط كده يعني هو كان فضله يعني جونين أو جونه أسست المهم أنه إسهمين يعني فده كان الموضوع بس كش في حاجة تانية يعني يفرق لصلاح يفرق لصلاح أنت متفاهم موقف صلاح بقى أنه فرداً بدهاله أنت بقى متفاهم موقف يورجن كلوب أنه عندي تتنهامه ده أهم من كل حاجة أنا متفاهم موقف يورجن كلوب لأن يورجن كلوب أنت عينك على ذا وأنا عيني على الجائزة أنت عينك على الجائزة الفردية وأنا عيني على الجائزة الجماعية فبالنسبة لي أنك تكون فرش ده هيديني ضغط أفضل هيديني قدرة على استرجاع كرة أسرع هيديني كل اللي أنا عايزه أنت عينك على جول فأنت فاكر أن يخطك ستشفع لك أنك تلعب 90 دقيقة وبعدين تنزل كمان يومين وتلعب 90 دقيقة بالنسبة في صلاح هو أصلا ممكن يقول تماماتش توتنا مش هتلاعب أصلا ما هنعارفين بالضبط كرام بس يعني أقصد في النهاية هي دايما المنافسة دي بين اللاعب والمدرب في الحتة دي بالذات منافسة عادية جدا وكلنا عارفينها لكن فعليا أنا عايزك تبص على ليفر بول بنظرة أوسعة أنا لو سألت أي مشجع لليفر بول أعتقد أنه هو لم يكن يتوقع أنه يوصل للمرحلة دي من الموسم هو في المكان دي في جدول الدوري لأن البداية بتاعت الصيف بالأزمات بتاعت أنه مفيش صفقات خلت الناس كلها عارفة أن ليفر بول مقيد لكن تعالوا نبص على الأرقام أقوى هجوم في الدولة الإنجليزية مين ومن اللي بيسجق صلاح ومانيو جوتا أقوى هجوم 48 جول مقابل 40 للسيتي اللي إحنا كلنا طالعين بيهم السماء مظبوط إحنا بنتكلم في أن هدفين الدولة الإنجليزية رقم واحد صلاح 15 بعد كده فاردي بعدها يجو جوتا تسعة بعدها سادي وماني سبعة فإحنا هنا بنتكلم في أن مين أكتر واحد بيعمل أسستات في دولة الإنجليزية صلاح لا ترينت أليكساندر أرنول فاهم برضو من بيتها يعني فاهم مين أكتر واحد بيشوت ترينت كم أسست سبعة والصلاح كم أظن يعني مش معاي الرقم بس أنا دول الحاجات اللي أقول طبعا طلعها تسعة 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 ما أقول بس صلاح أعلى أنا طلع طبعا من الموقع بتاع دولة الإنجليزية لما أدخل الهواء بس مش متأكد لا خلاص بأمان التصويبات بتاعة محمد صلاح تسعة وستين فأنت بتتكلم في أنه أعلى واحد بيصوب في الدولة الإنجليزية العرضيات أكتر واحد ترينت أليكساندر فأنت بتتكلم في أن الفرقة بتاعة ليفربول هي مهيمنة على أرقام كتير جدا في الدولة الإنجليزية فالإنجاز الرهيب اللي عاملها الفرقة السنة دي بموطها الأمانة يعني هو يحسب صلاح ويحسب اليورجان كلوب ونقص لهم بس التكة بتاعة كاس الأمم كل الكوكب عارف أن التكة بتاعة كاس الأمم هتكون هي الفرقة في الموسم بتاعة ليفربول وعارف حتى غير الأرقام أنا مثلا واحد أمبارح كان بالنسبة لي مبهر جدا ماتيب ماتيب من الموسم اللي فات للنهاردة مرعب من بعد الإصابة ورجوع ويعني أمبارح راجل بيعمل سبرينتات وبيعدي وبيدي شوية بساطة عمودية قدام وش طبعية هو بصراحة هو يورجان كلوب استفاد تماما من أزمة الموسم اللي فات الموسم اللي فات حصل إيه الموسم اللي قابله لعيبة ليفربول التلاتة اللي قدام صلاح ساديو ماني وفرمينو التلاتة اللي كانوا موجودين ما سابوش أرض الملعب وكانوا أكتر ثلاثي لعب في الهجوم في الدولة الإنجليزية حصلت حالة إرهاق خبيرة جدا في الموسم اللي وراه لأنه برضو الروتيشن ما كانش موجود عند التلاتة دول وجود دي جوجوتا ورقا أنعشت التلاتة بشكل أو بآخر الفكرة بتاعت فقدان الكرة فوسطن ملعب كانت مشكلة كبيرة عند ليفربول في الوقت اللي بيرحل فيه كمان واحد زي فينالدوم اللي هو قاطع مهم جدا للكرات ففكرة أن تريند أليكساندر يبقى بيلعب للعمق يبقى بيلعب للعمق يدي عدد زيادة في لعبة العمق يدي فرصة لهندرسون يتحرك أحسن ويدي فرصة اشتركوا في القناة